هنبدأ ربع ساعة مع حضراتكم عن خبر من توقيع مصر أربع عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لي واستغلالها في 15 قطاع جديد التوقيع جاء ما بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة أسترالية وأخرى كندية باستثمارات بتتعدى 17 مليون دولار عاقب التوقيع أشار وزير البترول طارق الملة إلى أن الواقع في مصر تغير كثيرا للأفضل وده بفضل الإرادة السياسية اللي دعمت جهود البناء والتطوير في كافة المجالات ومنها طبعا الثروة المعدنية واللي شهدت تعديلات في التشريعات ونظم الاستثمار التعديني وكمان توافر البنية الأساسية من شبكات طرق حديثة ومجتمعات عمرانية ومناخ استثمار جاذب